خبر على طريقة أنه ليلة هي اللي أكلت الزئب نجح هاكرز أوكرانيين بأنه يبثتوا شريط عبر الإعلام الروسي بصوت فلاديمير بوتين بيقول فيه أنه أوكرانيا شتيحت روسيا إذاعات روسية عدة تعرضت لعملية قرصنة وبثت خطابا زائفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطاب تحدث عن غزو أوكراني وأعلن فرض الأحكام العرفية في المناطق الحدودية كما دع السكان المحليين إلى إخلاء مناطقهم طبعا السلطات الروسية سارعت للنفي وقالت أنه هيدا فيك هيدا جزء من الحرب الإعلامية والنفسية ضدنا طوشوا الدنيا أنه فيك نيوز وديب فيك وماديب فيك وإز باللحظة اللي أنت بتبلش تقتنع أنه اللي صار هاكينغ وعن جد فيك نيوز وبوتين عن جد ما قال هيك شوي بتتذكر أنه كلاه يا خي ما لافروف بيشحمه لحمه قال نفس الكلام هو بزيته قال أنه أوكرانيا اشتاحت روزية كما تعلمون الحرب التي نحاول وقفها والتي شنت ضدنا باستخدام أوكرانيا للشعب الأوكراني بالطبع قد أثرت على سياسة روسيا ما هي نفس الكلام يعني الفيك والأصلة بروسية مثل بعض نفس الشي لدرجة أنه قد ما روسية سوريالية لحقيقة مثل الخيال وأحيانا أغرب من الخيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر